كنوز من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى ملشه القدير عشر مرات كانت له كعدل أربعة أنفس من ولد إسماعيل كان كمن أعطق أربعة أنفس من ولد إسماعيل شوف اللي يعتق أربع أنفس له أجر أديه عند الله ده لو أن إنسانا أعطق عبدا واحدا جزاه الجنة كل عضو من هذا العبد يكون فكاكا لعضو منك من النار وسببا في دخولك الجنة طب دول أربعة طب لو أنت إمتك علي وقلت الزكر ده مئة مرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير مئة مرة كانت كعدل عشر رقاب بك أنه تصدق بما يساو كان عشر رقاب كانت كعدل عشر رقاب أنت تعرف أن بعض الناس إذا حسبها إذا حسبها بما يوازي ذلك مالا يعني البعض يقول المقصود السواب يعني ثوابه كسواب الذي أعتق عشر رقاب والبعض يقول بل بما يساوي العشر رقاب فلو قال لك الرقاب الوحدة مثلا الرقاب الوحدة بعشر آلاف جنيه يبقى كأنك بتتصدق بمئة ألف جنيه يبقى كأنك كل يوم بتتصدق بمئة ألف جنيه أو ما يساوي مئة ألف جنيه لهم العشر رقاب شوف إحنا بنضيع قديه شوف إحنا بنضيع قديه كأنك بتخيل لو واحد كل يوم بيتصدق بمئة ألف جنيه كيف يكون أجره عند الله تبارك وتعالى وإحنا بنضيع ده مش كده وبس كانت كعدل عشر رقاب وكتب له مئة حسنة وحطت عنه مئة سيئة محيت عنه مئة سيئة يعني إذا عملت مئة سيئة تحط عنك هذه السيئات مش كده وبس وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي يعني كانت حفظا وحصنا له من الشيطان حتى يمسي ومن العجائب التي تذكر في هذا الأمر أحد المشيخنا وعلمائنا كان يقرأ على رجل مسه جنيه وبعدين قال الجنيه أخرج بشرط أن أدخل في الشيخ يعني قال أخرج بس بشرط أدخل في الشيخ فقال له الشيخ نعم أخرج وادخل فيه فطبعا الناس سأل له شيخ انت بتقول ايه طب انت لو دخل فيك نعمل ايه نحنا جابين لك عشان تخرج ويدخل فيك انت قال له بسم الكوش دعم قال لو أخرج وادخل فيه فبكى الجني بكى الجني فقال له لماذا تبكي قال لا أستطيع أن أدخل فيك قال ولماذا قال أنت قلت أذكار الصباح وذكرت فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة فأنا لا أستطيع أن أدخل فيك لا أستطيع أن أمسك فقال الشيخ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي قال لا يمسوه شيطان خلاص لا يستطيع الشيطان أن يمسك بسوء قال صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا إلا أحد جاء بأكثر مما جئت به شاهد الفضل شاهد حسنات أديه الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان كلمة إيه؟ يسيرة بسيطة بعض الناس بيقولها من غير ما يأخذ باله تلوا انت عاملوا لك الحمد لله هو الكلمة اليسيرة هذه تملأ ميزانك يوم القيامة تملأ ميزانك يوم القيامة من الحسنات والميزان عظيم لا يعلم قدره إلا الله